معنا من طهران وراسل العربي حسام دياب أهلا حسام مساعي التهدئة وخفط التوتر مستمرة دعنا في تفاصيل آخر الاتصالات وأي مواقف جديدة حول الرد الإيراني المرتقب وعد غير الاتصالات التي أجراها خلال الساعات الماضية وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وأخيرها كان مع نظيره التركي حكام فيدان والتأويلات والتحليلات التي غطت هذه الاتصالات وطبيعتها هل هي اتصالات من الجانب الإيراني إلى الأطراف الأخرى أم بالعكس هل هي تحمل رسائل أمريكية كل هذه الأسئلة لم يتم الإجابة عنها حتى الآن في ظل التكهنات التي تحيط بمسألة الرد الإيراني على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق منذ نحو عشرة أيام حسين علائي وهو قائد سابق للبحرية في الحرس الثوري الإيراني قال منذ نحو ساعة بأن عقيدة إيران العسكرية هي عدم الإنجرار نحو أي حرب يقودها أي طرف آخر وهذا يعود بنا قليلا بالزمن إلى الوراء منذ الحرب الإيرانية العراقية هذه الحرب تقول إيران بأنها تعلمت منها الكثير ومنذ ذلك الحين قالت بأنها بدأت تعمل على مستوى السياسة الخارجية بتخفيض حجم الصراع رغم الضغوط المفروضة على إيران في أكثر من مرحلة وعلى عنوين مختلفة على سبيل المثال عندما تم استهداف محسن فخري زادة منذ نحو ثلاثة سنوات كان الجميع يقول بأن إسرائيل تحاول جر إيران نحو حرب مفتوحة من بوابة المشروع النووي الإيراني وقامت إيران بتهديئة الموضوع وتحدثت عن ردود في أوقات لاحقة وجرى ما جرى على هذه المسألة فيما يتعلق أيضا بمسألة الحرب الروسية الأوكرانية هنا كانت تقول إيران بأن الأطراف الأخرى وتحديدا أترويكا الأوروبية وأمامها أيضا الولايات المتحدة تحاول جر إيران إلى حرب من بوابة الحرب الأوكرانية وأيضا قامت إيران ببذل جهد دبلوماسي كبير للتهديئة وقصل نفسها عن هذا الموضوع والحديث عن وساطة مستمرة بين إيران وأطراف الصراع أي روسيا وأوكرانيا نصل إلى ما يجري حاليا في غزة ترى إيران بحسب الرؤية هنا في الداخل وعلى مستوى التحليلات وحتى على مستوى الصف الأول دبلوماسيا ترى بأن ما يجري عمليا على الأرض هو انخراط إيراني بشكل غير مباشر في هذا الصراع وأن ما جرى حتى الآن من نتائج هو نصر بالمجمل لحلفاء إيران في المنطقة من بوابة القضية الفلسطينية التي تعتبرها إيران بالدرجة الأولى قضية إسلامية ولا تختص بإيران بشكل أساسي أي أن كل أعملية أو أي نتيجة تريد الأطراف تحقيقها لصالح القضية الفلسطينية يجب أن تتم بشكل جماعي لا ننسى بأن إبراهيم رئيسي عندما ذهب في بداية هذه الحرب الحرب على غزة ذهب إلى جدة نزل من الطائرة لحضور اجتماع أطار دعت إليه جدة لدول مجلس التعاون الإسلامي نزل متشحا بالوشاح الفلسطيني وكأنها رسالة مباشرة من قبل إيران لأطراف الأخرى بأن على الجميع يجب أن يكون على قلب رجل واحد للرد على إسرائيل فيما يتعلق بمسألة الرد الإسرائيلي أو الاستهداف الذي جرى منذ نحو عشرة أيام ولنعرف كيف تريد إيران الرد يجب أن نرى كيف تقرأ إيران هذه الضربة بعض التحليلات ذهبت إلى أن هذه الضربة الإسرائيلية هي ضربة مجنونة هدفها أن تقول إسرائيل بأنني موجودة في ظل الخسائر التي تقدمها على الأرض منذ بداية العدوان على غزة البعض أيضا ذهب هنا للقول بأنها ضربة تشفي من قبل الجانب الإسرائيلي بمعنى نحن منخرطون كإسرائيليين في العدوان على غزة لكننا لن ننتهي أو يجب أن تصفية كل من نريد تصفيتهم على دفتر الحساب الطويل بين إيران وإسرائيل في ظل الصراع الطويل المستمر منذ عقود بين الطرفين وطرف آخر ذهب إلى أن هذه الضربة هي ضربة ناجمة من خوف إسرائيلي نتيجة وجود عمل أو تخطيط كان يقوده محمد رضا زاهدي الذي تم استدافه في القنصلية هذا العمل كان يريد أن يقوم به أو يديره انطلاقا من سوريا ولبنان للقيام بحرب مفتوحة في حال اشتد الصراع في غزة وذهب إلى أشهر أخرى هذا من ناحية يمكن قراءة الرد الإيراني حاليا على ثلاثة مستويات مهمة تصريحات المرشد من ناحية وهي مختصرة جدا ومباشرة منذ أن جرت هذه الضربة من جانب هناك تصريحات الحرس التي تتوعد باستمرار الجانب الإسرائيلي من جانب آخر أيضا لدينا الجهود الدبلوماسية التي يقودها عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني وفريقه الدبلوماسي وحتى الفريق القانوني الموجود في الأمم المتحدة منذ أن جرت الضربة دعت إيران إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن عبر روسيا جرت هذه الجلسة وحققت إيران من خلالها نقطة أو انتصار تكتيكي عبرت من خلاله مختلف الأطراف الدولية عن رفضها لمذل هذا السلوك الإسرائيلي نقطة أخرى وصلت إليها الأوضاع مؤخرا في الساعات الأخيرة عملية الاختبار الحساس للمواقف والنواية إن صح التعبير شركة لوفت هانزا الألمانية وهي الشركة الوحيدة التي تتحدث منذ ساعات عن وقف لرحلاتها إلى طيران تم تمديد هذا الوقف ليومين آخرين لا أحد يعرف لماذا شركة لوفت هانزا تقول بأن الظروف الأمنية هي ما دفعتها في المنطقة في الشرق الأوسط والخوف من صراع قريب بين إيران وإسرائيل هو ما دفعها لقيام بذلك الشركات الشركات الطيران الأخرى لم تعلن عن هذا الشيء ولم يخرج أي تعليق من قبل الجانب الإيراني سوى خبر تم نشره سريعا خلال الساعات الماضية وسحبه من وسائل الإعلام كان يتحدث عن إغلاق المجال الجوي لطهران أمام مختلف الطائرات هذا الموضوع وهذه الخطوة تركت الأطراف الأخرى على ما يبدو في حالة غموض وترقب لمسألة الرد الإيراني كيف سيكون ومتى وما هو حجمه وما هي الأطراف المنخرطة فيه لكن بشكل عام إيران تقول بأن الذهاب إلى حرب ليس قرارا بالذهاب إلى رحلة أو نزهة وأن قرار الذهاب نحو حرب مفتوحة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عدة مسائل واعتبارات داخلية وأقليمية ودولية على رأسها الموقف الأمريكي من هذه الضربة في حال كانت ستتم وأيضا ما يجري مؤخرا وما أشارت إليه وسائل الإعلام الإيرانية مسألة المفاوضات الجارية على الأرض وأن إيران بين حماس وبين الجانب الإسرائيلي وأن إيران تنتظر نتائج هذه المفاوضات في حال أرادت إسرائيل التصعيد فسيكون على ما يبدو حجم الرد الإيراني أعقد وأوسع قليلا ويشمل عدة أطراف أما في حال ذهبت إسرائيل للانصياع للأوامر الأمريكية وجعل هذه المفاوضات إيجابية إلى حد ما بالنظر إلى هامش الصلاحيات الواسع الذي أعطي للفريق الإسرائيلي المفاوض عندها ستكتفي على ما يبدو إيران بضربة محدودة في ظل تأكيد إيراني مستمر على أن الضربة الإيرانية قادمة لا محالة شكرا لك حسام مدياب مراسل العربي في طهران